إيمان بقول لما بتكلم عن السلام الداخلي بتكلم عن مقولة ابن تايمية ابن تايمية في وقت من الأوقات إيمان كان مسجون ومن فيه يعني بره بلده وقضى متر في متر كان سجن انفرادي حتى كمان ما بيشوفش فيه حد وقال أعداءه كلمة يعني عارفة بيحرق بيها دمهم يعني ماذا يفعل أعدائي به جنتي في صدري خلاص أنا مبسوط إنتوا عملوا لو تعملوه جنته في صدره يعني إيه يعني هو جواه إحساس بإنه إيه اللي هيحصل أنا قابله ومش متضايق إنه حصل لي لإنه عارف إنه أنا حقدر عليه وعارف إنه الهدف معين وعارف إنه هخرج منه بشكل ما